بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي في درس جديد من دروس مادة العلوم درسنا لهذا اليوم العلاقات في الأنظمة البيئية سنتعلم في هذا الدرس كيف تتنافس المخلوقات الحية فيما بينها وتأثير الموارد على تحديد حجم الجماعات الحيوية واستمرارها كما سنبين أشكال العلاقات التكافلية بين المخلوقات الحية نبدأ بالسؤال المهم لماذا تتنافس المخلوقات الحية في النظام البيئي؟ وما هو النظام البيئي؟ درسنا سابقا في صف الرابع الابتدائي أن النظام البيئي مجموعة من العوامل الحيوية أي الأشياء الحية والعوامل اللاحيوية أي الأشياء غير الحية وتفاعل هذه العوامل بعضها مع بعض في بيئة معينة الآن على ماذا تتنازع وتتصارع المخلوقات الحية في النظام البيئي؟ تتنازع المخلوقات الحية على ما يعرف بالموارد المحدودة مثل المياه والغذاء والمأوى ويسمى هذا النزاع والصراع بالتنافس كل مورد محدود موجود في النظام البيئي يطلق عليه عامل محدد أي أن الماء والغذاء والمأوى عامل محدد يعتمد عليه بقاء المخلوق الحي فنستنتج أن العامل المحدد والعوامل المحددة هي أي عامل يتحكم في نمو الجماعات الحيوية إما بالزيادة أو بالنقصان والجماعة الحيوية هي جميع أفراد النوع الواحد التي تعيش داخل نظام بيئي لنرى مثالا يوضح مقصود في فصل الصيف تكون الغابة أكثر دفئا تغطل فيها كميات كافية من الأمطار تصبح هذه الغابة بيئة خصبة وغنية ونظام بيئي يجذب الجماعات الحيوية لذلك فإن مياه الأمطار ودرجة الحرارة يعدان عاملان محددان لاحيوية أيضا لدينا بعض العوامل المحددة اللاحيوية الأخرى مثل نوع التربة مكان النمو والمأوى وضوء الشمس يوجد لدينا أيضا ما يعرف بالعوامل المحددة الحيوية لنأخذ مثالا على ذلك المناطق العشبية تحتوي على أعشابا أكثر من المناطق الصحراوية فمن الطبيعي أن نرى جماعات حيوية من آكلات الأعشاب موجودة في المناطق العشبية أكثر من آكلات الأعشاب الموجودة في المناطق الصحراوية وأيضا سنرى حيوانات مفترسة في المناطق العشبية أكثر من المناطق الصحراوية لأن هذه الجماعات تتبع عاملاً محدداً حيوياً وهو الغذاء ونلخص ما تعلمناه هنا فالعوامل المحددة إما أن تكون عواملاً محددة لاحيوية مثل مياه الأمطار، درجة الحرارة، نوع التربة، مكان النمو والمأوى وضوء الشمس أو تكون هذه العوامل المحددة حيوية أي مخلوقات حية وأشياء حية مثل كمية الأعشاب والقذاء والآن لنقيم ما تعلمناه فكر في كل سؤال لمدة دقيقة واحدة السؤال الأول ما العوامل اللاحيوية؟ والعوامل الحيوية في بيئتي الصحراء والغابة أحسنتم العوامل اللاحيوية إما أن تكون ماء وحرارة أو نوع تربة أما العوامل الحيوية فقد تكون كمية الغذاء السؤال الثاني يحتوي قاع المحيط المظلم على عدد أقل من المخلوقات الحية مقارنة بالسطح برأيكم ما العامل المحدد في هذا النظام البيئي؟ رائع العامل المحدد هنا ضوء الشمس حيث يمنع عدام ضوء الشمس نمو النباتات في أعماق المحيط فيعيش عددا أقل من المخلوقات الحية السؤال الثالث التفكير الناقض لماذا تعد الزيادة المفاجئة في عدد الحيوانات المفترسة ظاهرة مؤقتة؟ أحسنتم ستقلل زيادة أعداد الحيوانات المفترسة أعداد الفرائس وإذا قل عدد الفرائس لن تحصل الحيوانات المفترسة على غذائها فسيقل أيضا عدد الحيوانات المفترسة بسبب نقص الغذاء ثم تدريجيا سيزداد أعداد كل منهما والآن نجيب على هذا السؤال المهم كيف تستطيع المخلوقات الحية تجنب التنافس فيما بينها؟ بإمكان هذه المخلوقات الحية تجنب التنافس عن طريق حصولها على منطقة خاصة بها تعرف بالموطن وأيضا من خلال تأدية دور خاص في هذا النظام البيئي وهو ما يعرف بالحيز ولنبدأ بالموطن الموطن هو المكان الذي يعيش فيه المخلوق الحي ويحصل منه على غذائه قد يكون موطن وهذا المخلوق الحي صغير مثل قمل الخشب الذي يعيش إما تحت جذع شجرة أو صخرة بعض المخلوقات الأخرى لها مواطن أكبر مثل موطن النحل موطن النحل ليس البيت الذي يعيش فيه فحسب بل أنه يشمل أيضا المناطق التي يطير إليها النحل للحصول على رحيق الأزهار لدينا أيضا مثال آخر نرى في هذه الصورة طيور تعيش في مجتمع حيوي واحد هذه الطيور تعيش في جزيرة واحدة في مجتمع حيوي واحد تشترك في المجتمع الحيوي إلا إنها تتجنب التنافس من خلال غذاءها المختلف حيث أن كل طير يتناول نوعا مختلفا من الغذاء ونرى في الصورة هنا أن منقار كل طير يساعده على اختيار غذاء مختلف عن الطير الآخر هذا الطائر يتناول الحشرات واليرقات التي يجدها على أوراق الأشجار وغصونها ولحاءها هذا الطائر يتناول الحشرات واليرقات على الأغصان العالية جدا أما هذا الطائر فإنه يمتص الرحيق من قمم الأشجار في الغابة المطرية بسبب منقاره الطويل وبهذا تتجنب المخلوقات الحية التنافس في هذا المجتمع الحيوي الواحد من خلال تناولها طعاما وغذاء مختلفا الآن لنقيم ما تعلمنا السؤال الأول أي العبارات الآتية تعبر عن الموطن؟ هل الدور الخاص الذي يؤديه المخلوق الحي في حيز معين؟ أم المكان الذي يعيش فيه المخلوق الحي ويحصل منه على الغذاء؟ أم مجموعة العوامل اللاحيوية والعوامل الحيوية وتفاعلها بعضها مع بعض؟ اشتركوا في القناة الإجابة الصحيحة هي المكان الذي يعيش فيه المخلوق الحي ويحصل منه على غذاء السؤال الثاني استنتج تتشارك مجموعتان من السكان في الغذاء والموطن نفسه ما العامل الذي يجعلهما تحتلان حيزين مختلفين؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أو أكل كل منهما أجزاء مختلفة من الطعام نفسه؟ السؤال الثالث فكر تفكيرا ناقلا ماذا يحدث للمخلوقات الحية إذا دمرت مواطنها؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تبحث عن موطن جديد أو تتنافس مع مخلوقات أخرى في نفس الموطن؟ الآن لننتقل إلى مفهوم العلاقات بين المخلوقات الحية نعرف أن الحيوانات لا تستطيع أن تصنع غذاءها بنفسها فتعتمد على النباتات ومنتجات الغذاء الأخرى لكي تحصل على هذا الغذاء وفي المقابل فإن النباتات تعتمد على الحيوانات في حصولها على غاز ثاني أكسيد الكربون الضروري لعملية البناء الضوئي ومن هذا نرى أن هذه العلاقات المتبادلة تساعد كل من النباتات والحيوانات على البقاء وبهذا أيضا نستنتج أن العلاقات ضرورية لبقاء المخلوقات الحية مثل علاقة التكافل هذه العلاقة تعرف بأنها علاقة ممتدة بين نوعين أو أكثر من المخلوقات الحية من أمثال هذه العلاقة تبادل المنفعة والتعايش لنبدأ أولا بعلاقة تبادل المنفعة هذه العلاقة تعرف بأنها أحد أشكال العلاقات التكافلية تنشأ هذه العلاقة بين مخلوقين حيين بحيث يستفيد كل منهما من الآخر أي لدي طرفين الطرف الأول مستفيد والطرف الثاني أيضا يستفيد مثال على هذه العلاقة هذا الطائر والأزهار حيث يحصل الطائر على الرحيق ويوصل حبوب اللقاح إلى الأزهار أيضا لدي العلاقة بين النمل وشجرة الأكاسية حيث تزود الشجرة النمل بالموطن والغذاء وفي المقابل يوفر النمل الحماية لهذه الشجرة من الحشرات الضارة لدينا أيضا مثال آخر على علاقة تبادل المنفعة وهو الأشنات الأشنات فطر وطحلب يعيشان معا يوفر الفطر للطحلب المكانة والأملاع وفي المقابل يوفر الطحلب للفطر الغذاء والأكسجين النوع الثاني من العلاقات التكافلية يعرف بالتعايش والتعايش هو علاقة بين مخلوقين حيين يستفيد منها أحدهما دون أن يسبب الأذى للآخر أي لدي طرفين الطرف الأول مستفيد والطرف الثاني لا يستفيد ولكنه لا يتضرر مثال على علاقة التعايش سمك القرش والريمورة يلتصق سمك الريمورة كما نراه في الصورة هنا بالأسماك الكبيرة الحجم مثل القرش ليحصل على فضلات الطعام ووسيلة النقل والحماية وفي مثل الوقت لا يتضرر القرش أو الأسماك الكبيرة من سمك الريمورة ولكنهم أيضا لا يستفيدون مثال آخر نمو نبات الأوركيدا على بعض الأشجار العالية يلتف جذر نبات الأوركيدا على الأشجار العالية بدلا من التربة دون أن يسبب الضرر للأشجار ولكنه يحصل على الدعمة ننتقل الآن إلى علاقة التطفل هذه العلاقة علاقة بين المخلوقات الحية تكون مفيدة لطرف ومضرة للطرف الآخر أي لدي طرفين الأول مستفيد والثاني متضرر يسمى المخلوق المستفيد الطفيل أي نطلق عليه الطفيل هذا الطفيل يعيش على المخلوق الحي الذي يتطفل عليه ويستفيد منه لدينا مجموعة من الأمثلة على هذه العلاقة المثال الأول الدودة الشريطية هذه الدودة تعيش في القناة الهضمية في جسم الإنسان وتسبب له الحمى ومشاكل هضمية عديدة لدينا مثال آخر الأميبة هذه الأميبة أيضا تعيش في القناة الهضمية في جسم الإنسان وتسبب له مرض الزحار الأميبي لدينا أيضا طفيل مرض النوم هذا الطفيل ينتقل من أجسام الأبقار والحيوانات الكبيرة بواسطة الذبابة تعرف بـ إلى جسم الإنسان الأمر الذي يسبب للإنسان مرض النوم وأخيرا القمل والذي يعيش على أجسام الكلاب وحيوانات أخرى ويسبب له المرض والضعفة والهزال ولدينا هنا صورة مكبرة تبين لنا الدودة الشريطية والتي ذكرنا أنها تعيش في القناة الهضمية لجسم الإنسان وتسبب له المشاكل العديدة والآن لننتقل إلى النشاط التقييمي فكر في كل سؤال لمدة دقيقة واحدة ثم أجب عليه السؤال الأول كيف يؤثر كل من العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية في حجم الجماعة الحيوية؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أي من العوامل قد تكون محدد فالعوامل الحيوية قد تشمل المخلوقات الحية المتنافسة وأيضا قد تشمل العوامل اللاحيوية درجة الحرارة التي تؤثر في نمو المخلوقات الحية السؤال الثاني كيف يغير الإنسان العوامل اللاحيوية في بيئته؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في المنزل قد يتحكم الإنسان بدرجة الحرارة ونوعية الهواء والضوء والأثاث فجميع هذه الأشياء عوامل محددة لاحيوية السؤال الثالث ما نوع العلاقة بين الطائر وحمار الوحش عندما يلتقط الطائر الحشرات الصغيرة التي تتطفل على جلد حمار الوحش؟ فكر بتماعون اشتركوا في القناة هل هي التعايش؟ ام الافتراس؟ ام التطفل؟ ام تبادل المنفعة؟ والإجابة الصحيحة هي علاقة تبادل منفعة بين حمار الوحش والطائر السؤال الرابع كيف تشبه علاقة التطفل علاقة المفترس بالفريسة؟ ما أوجه الشبه بين هاتين العلاقتين؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تشبه علاقة المفترس بالفريسة بسبب كسب الطرف الأول وخسارة الطرف الآخر فالطفيل يشبه الحيوان المفترس والمخلوق الذي تم التطفل عليه يشبه الفريسة وهنا ننتهي من درسنا هذا نلقاكم في دروس أخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة